تفعيل أمر الدفاع الحادي عشر والقاضي بفرض عقوبات على الأفراد والمنشآت المخالفة لإجراءات السلامة الصحية جاء بعد زياد عدد الإصابات بفيروس كورونا فالأردن كان على موعد للانتقال إلى المستوى منخفض الخطورة لكن رياح كورونا أتت بما لا يشتهيه الأردنيون الأمور وبحمد الله ما زالت تحت السيطرة وجميع الكوادر وفرق التقصي الوبائي تعمل طوال الوقت لتتبع الحالات والمخالطين كوادر الأمن العام وفرق الرقابة والتفتيش المختصة بملاحقة المخالفين باشرت مهامها وفق خطة أمنية تتكون من عدة مراحل وتشمل فرض عقوبات وغرامات على المخالفين من الأفراد والمنشآت تكسيف الانتشار الأمني والمروري سنقوم بتفعيل الرقابة الأمنية الإلكترونية في كافة أنحاء المملكة وفي كافة الطرق في المملكة الكرة الآن في ملعب المواطن الذي عليه الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الجسدي لضمان عدم تدهور الوضع الوبائي لا بد من الإجراءات الوقائية الصارمة عشان يرجع الوضع آمن لما الحكومة صارت خف من الإجراءات صار في استهتار عند الشاب ومشان هيك نتمنى أن يرجع القوانين أقوى قرار العودة إلى عزل المدن والمحافظات وتمديد ساعات حظر التجوال الجزئي يبقى حاضرا وبقوة استقرار الوضع الوبائي بحاجة إلى ثلاثة عوامل تتمثل بتشديد الإجراءات عند الحدود وبالتزام القادمين من الخارج بالحجر الفندقي والحجر المنزلي إضافة إلى زيادة أعداد فرق التقصي الوبائي لنا شهين عمان آل وعيدين